ذكرت كاري لامب أن الإمدادات الطبية المضادة للوباء التي تم توفيرها إلى هونغ كونغ بما فيها المعدات الطبية والأدوية ومعدات الحماية الشخصية وصلت إلى هونغ كونغ على دفعات بشكل مستقر أما الإمدادات غير الطبية بما في ذلك الأطعمة والخضروات وغيرها فعادت إلى المستوى المعتاد عموماً مع انخفاض أسعار السوق ذات الصلة إذا ذلك أعربت عن شكرها على دعم مختلف الأطراف من البر الرئيسي اختناماً لهذه الفرصة أتقطم بشكل جزيل لأولئك الذين عملوا على طمان توفير إمدادات إلى هونغ كونغ في مختلف المراحل بطبعاً أولاً أشكر حكومة مركزية على تقديم دعم كبير إلينا والاستجابة لطالباتنا كم نشكر كل وزارات خاصة وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات التي تتحمل مسؤولية الأعمال مرتبطة بمكتب تجارة وتنمية الاقتصادية التابع لحكومة منتقد خاصة وهي تشتغل بإعداد إمدادات تبية لنا ليلاً ونهاراً ثانياً أشكر حكومة مقاطع قوندون وحكومة مدينة شنجن على معالجة كثير من أعمال الشحن في هذا الصدد ذكر سكرتير النقل والإسكان في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تشون فان أن حكومة هونغ كونغ تبلل قصارى جهدها حالياً لضمان استقرار الإمدادات الموردة إلى هونغ كونغ عبر الطريق البري من نجل زيادة الاستقرار في نقل الإمدادات الموردة إلى هونغ كونغ عبر طريق البري تساري حكومة هونغ كونغ وحكومة مقاطع قوندون وحكومة مدينة شنجن إلى دفع إنشاء محتاط التوصيل المركزية للمنتجات الهدائية والإمدادات الأخرى في هونغ كونغ